بسم الله جلنا سؤال ايه رأيك في السيناميكي قلت ملكة الملينات تزغزغ الامعاء بس الحذر واجب مع بعض الحالات الاحباء الكرام ان شاء الله في الفيديو ده بنتكلم عن واحد من اشهر واقدم الملينات السيناميكي عند العطار باسم السيناميكي عندنا كلها في الصادلية باسم يعني سنة لاكس ايه لاكس حتى اقراص الفحم اللي هي ايو كربون برضو موجود في السيناميكي وكمان الاجولاكس اللي هو الجرينيولز اللي هو بتسف ده برضو في السيناميكي طبعا الاستخدام حالات الامساك بس نحب ننوه هنا على حاجة مهمة جدا جدا قبل البدء في اي علاج للامساك بشكل عام لازم هنا الطبيب يستبعد لك حاجة اسمها انتستاينال اوبستراكشن يعني انسداد مهوي قولك والله يا عمنا الحمد لله ما فيش انسداد ولا حاجة القصة بس عندك ان انت يمكن ما بتتحركش بشكل كويس ما بتكلش خضروات وفواكه وهكذا تمام علشان كده حيجي النقطة اللي بعد كده الخط الاول في علاج الامساك هو ايه؟ الحركة الحركة بركة اشرب مية زيادة كل خضروات وفاكه بشكل كويس ويه لو انت بتاخد اي ادوية من شأنها هي بتعمل امساك زي الكالسيام مثلا او ده والضغط اللي هو الاملودبين بلاش يتاخده مع بعض في نفس التوقيت افصل او لو انت بالنسبة لك بقى يعني معلش بتاخد سلبادين اللي هو في مادة الكدين سلبادين او في فادول وهكذا او لو انت بتاخد ترامدول معلش بقى لازم تقلل من الكلام ده ويعني اذا كان لازم الامر يعني ببلق بتشرب ايه مية زيادة بشكل مستمر وتبتتحرك زيادة عشان ده احد الحاجات اللي ممكن تعمل امساك طيب الطبيب عندك السبع الانسداد وعملت كل الكلام ده وبرده وفيش نتيجة فعايز دواء الدواء هنا ممكن هنا السنة من السوضلية او يا سيد من عند العطار السيناميكي ايه بقى اللي عايزين نقوله بالنسبة للسنة انا بقولك انها بتعمل ايه بتزغزغ الامعاء يعني ايه الكلام ده شوف ماهو الصورة دي كده عيل صغير ابوه بيدلعه عمال يزغزغ فيه شايف الطفن وبصوط ازاي بالضبط كده تخيل مع الموقف ده انت بتاخد السنة المادة الفعالية اللي فيها اسمها انسرا كينون اول شغلة ليه على اللارجو انتسن يعني على الامعاء الغريضة بتعمل ايه بتزغزغ الامعاء الخلايا يعني هي بتعمل ايه كده يعني بتعمل لها اريتيشن كده خفيف يعني تنبيه خفيف تمام حتى تصنيف السنة من كده استيميلونت لاجزيف تمبيه خفيف كده حينتوا جعل الكلام ده ان هي الحركة الدودية بتاعت العماء حتبدأ تزيد وتمشي وكمان من فرط ان هي مبسوطة حتطلع المية اللي كانت فيها شوف تخيل مع الموقف ده كده لو انت دلوقتي تخيلنا ان الاصابع بتاعت ديت هي لو الاصابع بتاعت ديت هي الخلايا والثوارج ديت هي دي كده هي الليومن او التجوف بتاع المية المية هتنزل هنا فمع الاخراج ان شاء الله حتكون الاخراج عندك يعني صوفت نعم تمام يعني خلاص كده دي كده الفكرة البساطة بالنسبة لشغل السنة طيب ايه بقى اللي عايزين نقوله هنا كملاحظات انا بقولك ان هي هتعمل اريتيشن يعني هتعمل تنبيه طب لو التنبيه ده زاد هتعمل مشكلة او لو اساسا فيه التهاب فيه جدار الامعاء يبا هنا ميتخدش السنة طيب انا بقولك ان هي هتسحب المية من الايه من الخلايا بتاعتها يبا هتعمل مش هتاخد مية بس ممكن تاخد معاها اطلخ بطلك فيه الايه اللي هي المعادن ديت اشهره هنا البوتاسيوم مشهور جدا مع السنة ممكن هيحصل هنا ايه يعني فقد ليه البوتاسيوم الكلام ده نحسه اكتر بقى لو ساعتك مثلا بتشرب شاي وقهوة كتير احيانا بتحس ان انت ايديك عملك اده بترعش نتيجة نقص البوتاسيوم طيب الشاي والقهوة اساسا بيعملوا امساك هتروح تعالجه ازاي هتاخد سنة يبا انت بسبب الشاي والقهوة قلل البوتاسيوم وكمان هتاخد حاجة زي السنة هتنقص البوتاسيوم اكتر يبا هنا نلاحظة حتى ديه يبقى لو ساعتك بتشرب شاي وقهوة وعملك امساك بلاش تخلي السنة هي اختيارك بالنسبة لعلاج الامساك تمام؟ طيب من الحاجات اللي ممكن تعملها السنة ان هي ممكن تعمل حاجة اسمها بص معاك ده في الصورة ديات لو سمحت بتعمل حاجة اسمها فنجر كلابينج الشكل انت شايفه ده طبعا ده يعني مع المدى الطويل بس اذا حصل خد بالك ان ده قد يكون اشارة لحاجة اما بسبب السنة او لازم تكشف هنا بطنة قد يكون بحاجات تانية يعني مشاكل في الجهاز الهضم او مشاكل في الصدر وكذا مهم يعني تمام؟ طيب فيه كلام دلوقتي يقولك ان السنة ممكن تعمل سرطان الكلام ده غير صحيح بس محتاجين فيه تفصيل شوية السنة او قلتلك ان هي ممكن تعمل تنبيه زيادة من كدر التنبيه ده هو ممكن بسببه هتعمل حاجة اسمها ميلانوسيز كولاي معلش يشوف الصورة دي معانا هتعمل بجمنتيشن اللي هي السبغة اللي انت شايفها كده في الامعاء ديت مفيش منها مشكلة بس الكلام ده لازم تعرف به طبيبك لو عملك مثلا يعني منظار على القولون لازم تعرفه ان انت بتستخدم هنا السنة بتكون الوصية مبتستخدمش السنة خالص هنا في علاج الامساج وبتستخدم اي ملين تاني اذا لازم الامر وان شاء الله الامور بترجع تاني بس الامر ميسلمش وبرضو كل سنة كده تعمل مراجعة مع الايه مع الاخصائي يعني علشان نستبعد خالص موضوع السرطان ديت لا قدر الله الحاجات اللي ممكن تعملها السنة يعني شئ بالمنطقة انا بقول لك حاجة تعمل امساكة ممكن تعمل اسهال تمام كده لو انت زودت الجرعة بتاعك طيب معلش طولنا كتير علشان بس ما حدش يزعل ان شاء الله معاكم في التعليقات وان شاء الله يتنسوا اللايك والشير نتقابلوا امر الله في الفيديو القادم على خير شكرا والسلام عليكم شكرا